السبعة الخير عليكم مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفا لوكس دي هزاد اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو على جبت لكم انفع وصفة من اروع ما يكون حاجة يعني اول مرة في اليوتيوب واول مرة تشوفوها اول مرة نستعملوا هذي المكوين بهذه الطريقة هذي و بهذه الشكل هذا انا دايما نقسي باش نستفاد من فواكه ومن خضر بشكل اخر يعني ماشي دايما نكو الخضر بنفس الطريقة او الفاكهة بنفس الطريقة دايما نحوس ونقلب كيفاش نستفاد منها بشكل اخر وخصوصا نستفاد من الشي اللي يضيعنا او مشي اللي نبقى بحايرين فيه كيفاش نستعملوه كيفاش نستفادوه منه اليوم ان شاء الله جبت لكم اكبر تدبيره والاكبر مشكل عدنا وهو مشكل البطيخ الاحمر او مشكل الدلع انفوه نشروه ما يكونش حلو يكون سامط ما يكونش حمر يكون بيض بنتو ما تكونش حتى التلتم يعني ما لغي نكونوا طبعناها بخفوه وما تجيش بنتها حتى التلتم وش قدنا كلما نشروه نطبعوه نشروه هاكذا الشكل تاحه حمر شكل تاحه شباب مين نجندقوها نصبوها بنتها ماشي حتى التلتم ونحيرو كيفاش نديروها يعني دايما كنا كاقصى حد كنا القشور التاحه نستعملوها كونفيتور وبيان ماسك وبيان ولكن اللوب التاحه او الفاكاية التاحه الحمراء دايما معدناش كيفاش نديروها نستعملوها جو نستعملوها ولكن اليوم ان شاء الله جبت لكم تدبيره كيفاش نستعملوها بشاي بطريقة اخرى مختلفة تماما اليوم ان شاء الله راح نحضر معاكم بريوش خفيف او كعك خفيف او قراص خفاف من البطيخ الاحمر او من الدلع مفاكهات الدلع خصوصا يعني ماشي القشور انتاحه اهنا وش نحتاج خضيته هنا انا يا طرف انتاع دلع نحيته القشرة ونحيته اللوب انتاعه هاداك الذريع انتاعه البدور انتاعه اللي فيه نحيتهم كامل خلي جوست الفاكهة اهنا يا راح نحصرها وبين راح نرحيها حتى نستخلص على جو راح نضيف له مكونات اخرى راح تساعدني في اللي حنتشكل بها الكعك انتاعي اهنا وش عندي 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 حبيبة بيد انا هاد الحبيبة تاع البيض راح نستعمل البيض انتاحه فصل العجين والاصفر انتاحه الديهن انتاع القريصات انتاع وعنا راح نستعمل ايضا اه نصف كاس انتاع سكر عادي اهنا يا الحلاوه هادي على حسب انا نصف كاس كانت عندي كافية اذا حبيتوا تكتروا شوية الناس اللي حبوا الحلاوه ممكن انهم يزيدوا فوق النص وحد شوية يعني تلت ارباع الكاس هذا اي يعمروه التاع سكر عندي ايضا ارباح كاس انتاع الرباع يعني قسم غير فا ونصف انتاع حليب دافي عندي ليدام اللي هو انا استعملته هنا يا زبدة ارباح كاس ايضا اتاع زبدة دايبة او مغير فا زبدة دايبة ممكن انكم تستعملوا اه الزيت اذا كان عندكم الزيت وما حبيتوا اش تعملو سبدة عندي ايضا عندي ايضا الفارينة بيانسيغ باش نطمها انا طلعت لي هنا في فرطة الفارينة يعني غرب التهار طالفارينة تاح البيضاء او الطاحين الابيض عندي ايضا خميرة مغير فا كبيرة تاح خميرة الخبز وعندي لفاني لاني انا رح نستعمل الحشو انتاع ماء الزهر او ماء الزهر او ماء الزهر هنا البنت بالنسبة للحشو انا رح نحشيها بحلوة الحلقومة انتم ممكن تستعملوا اي حاجة تناسبكم ممكن شوكولة ممكن كونفيتور ممكن جبن يعني ماشي مالح ممكن ايضا تخلوها بدون حشو ممكن نعطيكم طريقة ما نبقوا نشكلوا فيها ايضا كيفاش نستعملوا الزبدة ممكن طريقة واحد اخرى ايضا بالنسبة للحشو ممكن ناخدوا القشور ونستعملوهم على شكل كونفي يعني القشور نستعملوهم كحشو يعني هنا نكونوا استعملونا البطيقة تسعنا كما راهي ما مرمينا منها ويلو ممكن تستعملوها كحشو وهنا عندي انا يا كاس يعني نفس الكاس اللي عبرت بيه المكونات هاد الكاس رح نعبر بيه جوي باش نعارفوش عالت خرجنا اكزاكتواما انا هنا في المكساق راح نوضع البطيقة ورح نوضع معه السكر ورح نرحيهم مع بعض خط خبيا هنا يا بعد ما رحيتهم اعطاوني بالعبار اعطاوني كأسين مملؤين يعني هاد الكاس اللي عبرنا بي ممكن تستعملوها في اللي صالات الفخوي تاحكم وليو ما تزيدو ما تزيدو الجوي وبيان شربات وبيان يعني تقطعو لي فخوي و الجين تاحهم هو الجين تاع الدلع وبيان جوي تاع البطيقة ايضا نحي يعطيكم نكهة من اروع ما يكون وهكذا تكونوا استفادتوا منها الوغان هنا في هاد البول هادا راح نوضع الكسان انتاع كأسين مملؤين انتاع الجوي انتاع الدلع وبيان تاع البطيخ راح مديجا فيهم السكر راح نضيف لهم بياض انتاع البيضاء راح نضيف لهم الحليب راح نضيف لهم الزبدة وبيان الزيت راح نضيف لهم قطارات من نضيف لهم غير فا مملؤ من خميرة الخبز و راح نضيف لهم جسد بالفوية راح نخلطهم جسد بالفوية راح نضيف ندامجوا مليح مليح و من بعد راح نضيف الفارينة بتي تابتي غير بالعقل بالعقل حتى تشكلوا العجينة يعني العبار توما تعرفوه غير بالمغير فا كما راح نضيف انا غير بالعقل بيش تعرفوا العبار و تحصلوا على عجينة تكون طرية يعني تكون تلاسق و ما تدلكوها ما والو جمعوها جسد بيديكم يعني بصباح تيكم ما تدلكوهاش خلاص بيش تعطينا هاداك الخفض و هاداك الطراوه و تطلع لنا بالخف انا هنا يا بعد ما زيت الفارينة انا كنت شوفوا هاداك بالعقل بعد ما زيتها طميتها كامل راكنوا شوفوا كيفاش تجي انا اتعمت منحطها لكم فوق البلونت الخفضي بشتوفوها كيفاش راها تجي هاقده تتلاسق يعني ما مشي مشي ملسا يعني مشي هاقده تطميها خلاص ايا خلاص ايا خلاص ما تقاشت لساقل في يديك لا لا تجي هاقده خفيفة بالبزاف و زيت هاداك البيض البيض هنا حبت البيض ممكن تستغنوا عليها ولكن بيض البيض يزيد يعطيها خفة كتر وكتر انا هنا يا راح نوضحها في البال راح نغطيها و نخليها تخمر معها تسخانة راح تاخد لي 5 مينوت ماكسيمم و نعاود نرجع لها فوالا بعد ما خمرت لي راني قطعتها هكذا غريسة صغار يعني قطعتها هكذا حبت الماندارينة و حطيتهم قدامي و هنا راح نقسي بالحبة راح نفردها هكذا يعني راح نفتحها بمساعدة هكذا الطاحين راح نفتحها غير بالعقل و نوضع الحشون تاعي اللي هو حلوة الحلقومة راح نوضحها في الوسط و نقسي باش نطمها يعني باش نغلقها مليح مليح و هنا كيفاش تديرو راح تبسطوها على الشكل تفتحوها على الشكل أوفال يعني ماشي دائري أوفال تفتحوها مليح مليح من بعد راح تحكمو زبدة طرية بحرارة المطبخ يعني تكون طرية و راح تدهنوها كشغل تطرينوها من الفوق هكذا تدهنوها بالزبدة من بعد راح تدوروها كشغل ترولوها كشغل على شكل طولي و راح تدوروها كشغل صواري يعني كعك هكذا وتغلقوها وتوضعوها في البلا اللي تخل الفور يعني تحطوها بينما نعود نخمروها المرات ثانية هذي ايضا راح تعطيكم شكل من اروع ما يكون و بدنا هيلة بل بزاف و خفا ما نقول لكمش او تستعملو الحشو العادي اللغ انا هنا راح نكمل كامل كمية اللي عندي راح نوضع الحشو يعني نبسطها نوضع الحشو نطمها نغلقها مليح مليح و نوضحها في السنواء اللي تدخل للفور اهنا يا بعد ما كملت كامل كمية ساعي راح نغطيها و نخليها تخمر للمرات ثانية يعني واحدة الرباح ساعة هاكذا اولا قبل ما نغطيها راح نقسي باش نبسطها بيد دي راح نهبطها كي شغل بيد دي ما نخلياش هكذا طالعه راح نهبطها باش تعود تخمر ونغطيها ونشعل الفورت تاعي الحين ما يسخن على اه 180 درجة او اكتر شوية يعني تعرفوا بلي الكعك يحب هكذا سخانة اه يعني 180 او اكتر واحد شوية هكذا يه اه الا كان الفورت تاعكم اه توم اتعرفوا اه يلا شعلتوا من التح تخلوها قسمة تشعلها من الفوق الى ملتحت و من الفوق تنقص عليها 180 الى كان فونتيلي تانيك 180 يعني مش بزيه فربع ساعة هو طاب لكم انا هنا يا بعد مخمر لي انا خديت هذيك الصفار تاع البيض اللي كان بقيلي زيت له شوية قطارات من الخل باش نتنحي لذيك الصفارة وزيت له قطارات ايضا ملكس الخيط تاع مازهر باش يعطيني بنا اكتر وكتر ورح ندهن به كامل الوجهن تاع القريصات التوعي ورح ندردرهم بالزرارة كما تحبوه حبيته سانوش حبيته زلجلان حبيته لوز ايفيلي حبيته ازبيب ممكن ايضا ازبيب تحطوه كحشو حبيته تشبحو بهم الفوق او بشوية سكر وخلاص ورح تدخلوها الفور على 15 دقيقة اللي ما قلت لكم ويقعدوا اكتر ورحات الفور على 20 دقيقة ومثلاث أروض افكتر 30 دقيقة ووهو مطابلو لكم بهات الشكل وذلك بديو حمارة مللح شايفتكم انتعوني من الحاشو لديو خاوي وفارغ ماشاء الله الحشو هذا يعطي شكل واحد اخر صدقوني هذه القريسات ممكن تستعملوهم قوتي لاطفالكم في الدراسة ممكن لنزهات للخرجات انت وعنا تحكموا بيهم الطريق تكسرو بيهم جوع يعني القهوة العشية ما يبسوش تخلوهم يومين ثلاثة يبقى وطريين كمهوما الشكل تحهم روعة بنتهم مختلفة تماما وروعة بالبساف الليكستخينة المازهر راح يزيد لهم بنا كتر وكتر وحلوة الحلقوم راح تزيد لهم بنا ايضا كتر وكتر وكتشوفوا هاتشكال هدي الملوانة راح تجد بالاطفال كتر انتمنى ان شاء الله يارب نكون نحيت عليكم حي راجبت لكم فكرة حصرية وجديدة عليكم انا جربتها غير هكذا جات صدفة هكذا معايا دايما نخلط نخلط ونجرب فولادي جات في الصواب ان شاء الله يارب يتبرتجوا الفيديو لماكسيمان باش كامل نستفادوا لايك للفيديو واشتراك في القناة باش عائلتنا تكبر ونستفادوا اجمعين